فيه ثلاث محطات مهمة عدد بها الأغنية الوطنية المصرية وهو فترة ما بعد 67 مرحلة الانهزام والانكسار بما أن حضرتك طبعا شاعر فأكيد فيه فرق في الكلمة والتعبير ما بين الثلاث مراحل دول والمرحلة التانية اللي هو الأمل في حرب الاستنزاف وبعد كده التبشير بأكتوبر وما بعد أكتوبر هي أغاني النصر فالفرق ما بين الثلاث مراحل دول في كلمة الأغنية الوطنية بيكون شكله إياً لو حضرتك حتبصته للمشاهد في مرحلة عمليات الاستنزاف كانت اللهجة رغبة في السقر فاللهجة حدى شديدة الرغبة في الانتقام معها على فكرة كل ما سبحان الله يعني كل ما قربنا من حرب أكتوبر كانت اللغة بتهدى اسمعنا مثلا يا حبيبتي يا مصر من أرأ الأغنيات الوطنية اللي اتعاملت في تاريخ الأغنية المصرية سمعنا يا مصابرين سمعنا لكن بالتوازي تلاقي عبد الحليم مثلا عمل فدائي فدائي عامل أحلف بسماها وبتربها صحيح عامل زي ما أقولك خلي السلاح صحيح عامل غنوة مع الأستاذ محسن الخيات وباليه حامدي اسمها سكة الكلام والبندقية تكلمت دي كانت اللهجة قبل حرب أكتوبر بعد حرب أكتوبر نقدر نقوني الأسبوع الأول الأسبوع الأول كان فرحة ممزوجة بحماس أوفر بس السنس العاطفي موجود في كله وسبحان الله لو لو قلنا اللي كان الصوت في البيانات العسكرية كان عامل ازاي هتلاقي موازلي اللغة في الغنى الصوت والتون في البيانات العسكرية كان أكثر ثقة مما قبل كان هادي كذلك الأغاني يعني أنا على الربابة بغني غنوة وطنية لكن السنس العاطفي فيها موجود أغنية مثلا حلوة بلادي صمرة بلادي حرة بلادي ما هي دي أنا على الربابة بس شوف أنت برافع عليك شوف أنت الدخول ازاي صحيح لا وبنسمعها في أي وقت على فكرة يعني أنا في أي وقت ممكن أسمعها ودلوقتي وأنا قاعدة مبسوطة بيها جدا يعني قد إيه ما عرفش يعني فيها حاجة بس هقولك أنا سر الصنعة هنا صحيح بليغ من بعد يا حبيبتي يا مصر حطت إيده على على لغة وعلى روح في الغنوة الوطنية فضلت معاه لحد آخر يوم في عمره في يا حبيبتي يا مصر كان السنس الوطني أو الحس الوطني مغلف بحس عاطفي شديد العزوبة لما جي يعمل على الربابة خلاص هو بقى شاف بقى يا حبيبتي يا مصر انتشرت بشكل عامل ازاي كانت أيقونة لحد النهاردة صحيح فبدأ ياخد نفس السكة يعني حلوة بلادي صمرة بلادي الحرة بلادي نفس الدخول هناك كان بيقول بلادي يا أحلى البلادي يا بلادي فداكي أنا هنا حلوة بلادي صمرة بلادي الحرة بلادي فخلاص عرف الناس في الغنوة العاطفية في الغنوة الوطنية ما بقتش بتحب اللغة الجوفاء المرشاة اللي عبارة عن مرشاة عسكرية او عبارة عن شحن لمجرد الشحن لا حطي ايده على روح في الغنوة العاطفية الغنوة الوطنية شوف انا دايما بقول العاطفية ازاي صحيح لانه هو فعلا جعل من الغنوة الوطنية غنوة عاطفية حتى لما جيه بعد كده عمل مع شادية عبرنا لهزيمة ودي برضو خلينا اقولك ان ده برضو تضافر ويعتضافر ما بين القوى النعمة حتى في الصحافة صحيح يعني عبرنا الهزيمة دي كانت مقال او عنوان مقال لأستاذ للكاتب الكبير والفيلسوف الكبير والأديب الكبير توفيق الحكيم الله في الاهرام لقد عبرنا الهزيمة بعبورنا قناة السويس فخدوا الجملة عبرنا الهزيمة واستأذنوا الوستاذ توفيق الحكيم وقتها واشتغل عليها عبد الرحيم منصور وباليخ حمدي وعملوا برضو نفس اللي اتعمل في يا حبيبتي يا مصر صحيح يعني هنريك بتتكلم على سينفونية نصر متكاملة بالزبط بتتعزف من جميع الجهات بالزبط اذا كان صحافة اذا كان فن أو تلحين اذا كان القوى الصلبة زي ما بنقول الجيش المصري وجنودنا اذا كانت اذاعة سوط العرب واللي عملته غيرها بمناسبة مرور خمسين عاما على نصر اكتوبر المجيد